يلجأ نيل دايمن إلى الاستعارة لتفسير النجاح التجاري الكبير الذي حققته ألبوماته السابقة كشفان أنه ينقب في داخله لاستخراج الذهب وتحويله إلى موسيقى وهي وصفة تبعها هذا العملاق في مجال الفولك الأمريكي في ألبومه الأخير ميلودي رود وقد زار هذا المغني العاصمة البريطانية للترويج لألبومه الجديد الذي طرح في الأسواق الثلاثاء قصة ميلودي رود هي قصة حياتي لأن هذا الألبوم يستعيد التجارب التي عشتها والأحاسيس التي شعرت بها على مدى سنوات ملاحظاتي وانتباعاتي كما فسرتها وحولتها إلى موسيقى وقد جمع المغني المولود في بروكلين قصصا كثيرة خلال مسيرة فنية امتدت على نصف قرن لقيت استحسان الجمهور ولم تسلم من شر النقاد ولم يغير دايمن أسلوبه في ألبوم ميلودي رود الأول له منذ العام 2008 مع أغاني حب موسيقى الفولك تتمازج فيها أنغام الروك والكاونتري ترجمة نانسي قنقر